بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الناس المؤمنين مش يا أيها الناس إنما يا أيها الذين آمنوا فمحال بقى يعني إحنا مسلمين وبنؤمن بربنا بنؤمن بالحياة بالموت بالحساب ولما حد يقلف قصص عشان يبقى ترينت عشان يكسب فلوس من الحرام يكسب فلوس من الأكاذيب ويشنع بحد عن أي حاجة تصل إلى درجة الموت كمان زي ما نشوف دلوقتي مع حضراتكم في الفيديو مع الدكتور عمر عبد الكافي أطار الله وبركة في عمره إن شاء الله تعالى فيديو رحزة وفاة الشيخ والدكتور عمر عبد الكافي من داخل مشروحة المشفى يلي تم نقل أهله إليها عند إغماءه أثناء النوم وظمن منهم إنه الصوب غيبه والسكري ما كانوا يعرفوا إنه الصوب بسكرة قلبية توقفت عضلات قلبه أثناء النوم حيث فيجئوهم الأطفاء بشيء مرعب وهو إنه كان ميت قبل وصوله إلى المشفى بحوالي ساعة يعني قبل وصوله بساعة كاملة مما أدى إلى وفاته بسكرة قلبية أثناء النوم وهذا هو السبب الحقيقة للوفاء المأساوي حتى إن الماء تقريباً كانت ساعة لربع آسف جداً 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 إن أنا قناة رياضية وبنشجع الناد الأهلي وبنشجع مصر الغالية ودايماً بنقوم بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية الحمد لله بقدر المستطاع حتى لو بالدعاء وبنوص بعض دايماً وإياكم إن ربنا ينصرنا ينصر الإسلام ينصر الوطن العربي ينصر غزة وفلسطين ويزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم وأعدائنا يا رب العالمين إحنا في وقت محتاجين وحدة محتاجين إن إحنا نتعاون مع بعض محتاجين إن إحنا نبقى إيد وحدة محتاجين إن دعاءنا يبقى مشابه لبعض عشان ندعي لبعض عن ظهر القلب فالموضوع التشنية بالحاجات ده عشان يعني أنت كسبت إيه ولا أنت كسبت إيه لما يبقى أكتر من خمسين فيديو يعني إيه ده مش ممكن يعني إحنا كلنا هموت كلنا هموت إحنا دلوقتي يعني إيه اللي فاضل إيه اللي فاضل ما بيتعملش من الجرام في قنوات السوشيال ميديا سواء يوتيوب فيسبوك تويتر أي حاجة بالأمس الحمد لله يعني وضعنا تكذيب للإشاعة الموسمية التي سميناها كذا عن وفاة الشيخ عن وفاتي يعني يعني كل نفس دائقة الموت ليس في هذا غريب لكن الأغرب من الخيال كي تتم الفائدة ويعني نستفيد من من الدروس في ديننا وسلوكنا وأخلاقنا وما نقوله وما ننشره الحاجة يجب هناك من وقفة الوقفة الأولى أشكر كل الذين يعني هذه الأعداد المهولة من المحبين وربني يابير فيهم والمهتمين بالشيخ وأخباره هذا شيء محمود أشكر الله سبحانه وتعالى أولا ثم أشكرهم عليه وهي يعني الموضوع المحبة هذا أمر إلهي بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل إلهي محض وكل هذا العدد الذي يعني جزاه الله خيرا من الاهتمام والسؤال عن الشيخ والترحم عليه على أساسا أنه قد قضى نحبه وانتقل إلى رحمة الله ونحن ندعو الله أن نكون في رحمة الله دنيا أخرى إن شاء الله الأخلاء الأخلاء لو راحت مننا التربية المزبوطة التربية بتاعتنا التربية الوطن العربي مصر العراق سوريا فلسطين عندك بقى المغرب تونس الجزائر ليبيا كل الدول العربية من الصومال من الجنوب إلى الشمال من البحرين إلى المغرب لمفروض تقاليدنا تقاليدنا العربية الجميلة عيب والله والله عيب عيب ما نشنعش على حد ما تقولش خبر اللي يكون يقين عشان أنت أي حد بسمعك أنت مش تعرف أنت مش تعرف تشتب اللي أنت نشرته هتستغفر ربنا إزاي هتجيب الدكتور عمار عبد الكافي مثلا ولا غيره هتجيبه منينا عشان خاطر تتأسف له وبعدين هو يسامحك لأن الزنوب كلها اللي بينك و بين ربنا والله أعلم يعني ربنا يغفرها لما أنت تستغفر والتوب ربنا بيغفرها إنما الزنوب اللي هي بتلط ناس تانية سواء بقى يعني فتنة بتأزل غير في ماله في حياته في أي حاجة انت شرطة عشان تتوب أصلا أنه هو يسامحك طب هيسامحك إزاي هو وإنت مش شفتوش ومش هتعرف تشوفه ها وبعدين هتعلن إزاي لو فيه خمسين ألف متابعينك ولا مئة ألف ولا اتنين مليون هتبلغهم واحد واحد إزاي وتعتذر وهم يسامحوك برضو خلي بالك ما هو اللي سمع منك الحاجة دي مش هيسامحك مش صاحب الشأن بس فياريت إحنا ناخد بالنا من الحاجات اللي إزاي كده ياريت يعني ولدي عمار تقريبا أطلعني على بعض الفيديوهات ويقول أنها تقريبا تربع على خمسين فيديو منها ما جاء به جسد مسجع على سرير أبيض ومنها ما يعني خيل في هذا الفيديو يعني أن ذهب بي إلى المشرحة ولا أدري ما الذي جاء بسرطة المشرحة يعني أنا كلها أنا كنت إلى أدري ما دخلت قاعد على المكتب يعني أقرأ المضحك والمبكي في نفس الوقت من قال هذا الكلام وقال لو سمحته أدوني مليون العشرة مليون لايك علي يعني لايك إزاي على الحمد لله وفادي يعني أدري يعني يعني ما هذه التجارة يعني التي هي من تجارة تبوت يعني أولا نقل الأخبار بهذا الشكل وأنه يعمل بلغنا عمارا أنه ترند في جوجل وفي بقية المنصات مش عارف اليوتيوب أو التويتر وفيسبوك وغيرها ترند يعني ليه ليه ترند يعني فاين تثبت أين التعقل ونشرها بهذا المنطق في يعني في منصات ووسائل الإعلام كثيرة جدا يعني هذا هذا ليس سلوكا إسلاميا يعني السلوك الإسلامي حتى تتبين وتتثبت وتنتظر على موقع الشيخ الرسمي وهي معروفة تصديقا وتكذيبا ف يعني بارك الله أولا في من اهتم وجزد الله خيرا في من دعا وربنا يبارك فيكم جميعا يبارك في أعماركم ويبارك لكم في أهليكم وفي أبنائكم وبناتكم وفي جهدكم وفي يثبت يقينكم ويثبت توكلكم على الله واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنا بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم ومدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبل الموت تبعو الله ومدعو الله بننعي طبعا بكل الحزن والأسى يعني أهالي الفاقدتين مشجعتين النادر الأهلي نرهان ناصر ونرجس صالح البنتين دول كانوا رحين برجوا العرب مخصوص عشان يشجعوا النادر الأهلي وكانت أمنيت حياتهم أن النادر الأهلي ياخد بطولة الدور إن شاء الله يتعالى يرد تكون في نصب أعين كل لعب الفريق والجهاز الفني والإداري إن الدور ده إن شاء الله يبقى للأهلي يعني دول كانوا يعني شباب فتيات فتيات في سن يعني عروسة عروسة يعني سبحان الله سبحان الله يعني هما هما راحوا الارحم الرحمين ربنا يرحم كل المتوفين يا رب العالمين ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم والنادر الأهلي بإذن الله يتعالى هيقوم بالواجب إن شاء الله يتعالى فأدوكم شايفين الدنيا مش مستهلة والله والله الدنيا مش مستهلة لحد يجذب ولا حد يشن على حد ولا حد يهبد أي خبر ملوش أي لازمة ولا حد يزرع ختنا ولا حد يقسى حد والله الدنيا متفاتة ملهاش لازمة وأكل السحط وأكل الحرام وأي قرش بيجي لك من وراء الحاجات ديت حرام شرعا فياريت ناخد بقالنا من الملحوظة ديت رحم الله فقدتي مشجعتي النادي الأهلي يا رب العالمين ربنا يهدينا ويهدي الجميع ويهدي أولادنا يا رب العالمين مش لازم تستبق أي أحداث كل حاجة عند ربنا خليها ربنا تيجي في وقتها مش لازم الله السلام عليكم شكرا